بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتكلمنا في بعض الزمنة. آآ بيبقى متخيل انه التدريس في الجامعة كل المؤهلات اللي مطلوبة فيه هو انه انا احضر عشاد الدكتوراه اقدم في اعلانات واستنى ان شاء الله ربناك وما ادخل الكلية. ده مش هو النهائي. آآ في مشكلات ممكن تقابلك في المدرج. آآ لازم تجهز لها من انه انت بتحضر الكورس بتاعك. وتبقى معاكش قدر تحل وتتغلب عن المشكلات دي. والده الكتر الكبار في السنة هيقولولك كده. لو قعدت معاهم وقعدت قعدت درداشة كده معاهم هتعرف الكلام ده وهتأكد ان انا يعني بنقل لها كلام من واقع الحياة. آآ نفس الفكرة بتنفع مع مع التدريبات المختلفة على المستوى الصغير. سواء انت بتعمل طلبة صغيرين مسلا بتعمل تدريب صيفي بتعمل طلبة بسنوي وها كزا. في واحد ممكن يقول ده انا بشرح على يوتيوب ومش شايف اللي قدام مني. لا بعض المشكلات دي تسهر حتى على يوتيوب. وعلى غيره من المنصات اللي انت ممكن تضبط الكورس بتاعك علشان المتدرب يمشي فيه بسهولة من غير ما العقوق دي تزهر. علشان ما تحصلش شكاوى ما تحصلش ما ما يقلش عدد الناس اللي بيستخدموا الكورس بتاعك وهكذا. الانسان عمدا بيبقى عنده احتياجات. احنا مش هنخش بقى في نحية نفسية. يعني انا الجزء ده في جزء نفسي شوية. انا مش 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 ما درستش يعني مش عالم في علم النفس يعني درست مجموعة كورسات علم النفس لكن انا مش راحك من من واقع الحياة ومن خبرة الحياة. اه الانسان عنده احتياجات نفسية. الاحتياجات النفسية دي لو مش لو ما تمش اشباعها او ما تمش اه توفية الاحتياجات دي بيبقى عنده خلل في التعلم. مش قادر يتعلم منك كويس. احنا مش هنخش في الاحتياجات دي. بس احنا كلنا عارفين فكرة ان مسلا ممكن طالب يكون قاعد اه 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 تحس ان هو كن هو مش على بعضه. تحس ان هو مش مش مركز معك في بعض تطلبه ممكن ينام في المحاضرة. هو مش ده مش عيب منك يعني هو مش مش بيقلل منك. لكن هو ممكن يكون عنده ظروف اجتماعية او ظروف عائلية او ظروف خارجية بتمنعه من التدركيز في المحاضرة. ممكن يشغل شغال شغالة تانية. ممكن سهران بالليل. ممكن ممكن ممكن. فدي حاجة مهمة. ان الواحد يشوفها. فانا بشوف ده كترة مسلا ممكن ايه زي اللي وراء ده نايم ازاي مش عارف ايه. لا لازم تاخد بالك انه الناس عندها ظروف. وحتى في التدريب الناس عندهم ظروف. وانت مانتش يعني زي ما قلت لك المتدرب حقه ان هو يكون ايه عنده بعض الاخطاء يظهر منه بعض المشاكل. كل دي تبقى وراها اعتبارات نفسية عنده. طيب. انا يهمنا ايه في الكلام ده? يهمنا ان انت كل ما تقدر توفي الاحتياجات النفسية دي وتشبع الرغبات النفسية دي عند المتدرب عن طريق المحتوى بتاعك وطريق عرضك للمحتوى. كل ما هيطلع مبهور بيك كل ما تبقى عاملت لعليك في التدريب. نضرب مثال بسيط. ايه الكلام ده لازم يتضح بالامثل. ايه انا قلت لك انه انه الطلبة ممكن يبقى قلقانيا خايفيا. ايه عايزيني يحسوا بنعم الامان شوية. فهو انا بجي هزي الكورس. ممكن احاول احط في دماغي ازاي اسهل نظام المقرر على الطلبة. سواء في تدريب او سواء في المحاضرة. بس انا هتركز اكتر عن المحاضرات يعني خصوة مع مدرجات كبيرة. ممكن اول حاجة انا بتيجي اقول لهم يا جماعة اه المحاضرة انا هسجلها لكم. لان فيه طلبة بيخافوا عن المحاضرة تضيع منهم يخاف انه يغيب او حاجة. تخيل انت اطمئنان الدفعة كلها لما انت تقول لهم انا هشغل الموبايل بتاعي وسجل المحاضرة بالصوت او انا هبقى ماسك مايكروفون معي متوصل بالموبايل. هسجل لكم المحاضرة وهحط لكم التسجيل الصوتي للمحاضرة على جوجل درايف. في درايف كده ادي اللينك بتاعه هات. اطمنه. حتى لو فات منك حاجة في المحاضرة في حاجة مش يعني غيبت في يوم او حاصل حاجة اه هتلاقي المحاضرة موجودة. كده انت عملت ايه? طمنت قلبه جدا على حضور المحاضرة. تاني حاجة لو انت تقدر ما تاخدش غياب وانت مش فارق معاك العدد اللي قدام منك اقول له ان ما فيش غياب. لو اللايحة بتقول كده ان ما فيش غياب. او ما يشلحتاج غياب. وانت مش فارق معاك حيث في ناس بيعز عليهم يقول لها لازم اقول لهم ان فيه غياب حتى لو ما فيش. عشان يحضروا لي عدد كبير. دي حاجة يعني النفوذ بقى في الدكاترة او في المدربين ما نقدرش نتكلم فيها يعني. لكن انا شايف انه عدد الناس ما يفرقش معاك في حاجة مفروض يعني. انت يعني اعمل اللي عليك واسيب النتائج على الله عز وجل. لو انت فعلا ان وفيت يمكن الله عز وجل اللي يجيب لك ناس من دفعات غير الدفعة بتاعتك. اللي دفعة اللي قدامك. وتلاقي المدرج كله مليان. وناس كلهم عادين قدام منك. هزين سمعوا العلم اللي عندك. لدرجة ان انت مش هتبع عارف تعمل ايه. هتقول لهم جماعة بعد ازنك. والدفعة دي بس يا اللي تبقى عادة في المدرج. بقيت الناس لازم يعودوا على جنب لانه مش هنقدر نشغل العدد بكم. فما تحاولش تكبر الناس على الحضور يعني. لكن دي مورطة مهمة. تانية حاجة هيساعدك ان بتقع المشاكل يحلوا عنك. ما يحدروش في المدرجة. انت عايز تبنى عنك بتقع المشاكل. مهما كان مستوىك العلمي كويس بتقع المشاكل دول هيدايقوك انت نفسيا وهيعطلو استفادة غيرك. تانية حاجة مسلا اجهز جوجل درايف للباور بوينت. باور بوينت اللي انا اشرحه ده ممكن اجهز منه نسخة. واحطه على جوجل درايف. والله جماعة المحاضرة هتبقى قدام منكم. تالت حاجة ممكن انا اعمل ايه? اعمل لهم ورق ملخص في نفس محتوى الباور بوينت ده بس من غير الصور والاشكال والحاجات دي ورق يذكروا منه في الامتحان. فاعمل لهم ورق ملخص كده في نقط مهمة للمتحان. آآ خلاصة الموضوع كله. ورق جاهز للطباعة. غير الباور بوينت اللي هو متصمم على العرض على ان انا اعمل لكن اعمل لهم ورق ملخص للمتحان. وقال لهم يا جماعة اول من خلص المحاضرة ان شاء الله هينزل لكم. علشان ده الورقة اللي انا عايزكم تساكروا منه وده الورقة اللي ان شاء الله تجهزوا لنفسكم في الامتحان. ده هيفرم معهم كتير جدا. جدا. تخيل انت دلوقتي انا وظن انت بدأت ترتاح نفسيا. لو انت تخيل انت لو حد قال لك كده في محاضرة هترتاح نفسيا جدا. آآ ده بيفر كتير مع الناس. بيفر كتير جدا في احساسهم معك. ممكن يطلعوا من اول محاضرة يقولوا الله يبركلوا ربنا جدي خير. يعودوا معاك اتناشر محاضرة بعد كده مبسوطين ورادين مها ما حصل مقابل اول محاضرة دي. ممكن بعد كل اجهز لهم مجموعة من الاسئلة اللي ممكن تيجي ساياها في الامتحان. واحدة يقول لي لا 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 ايه هو هنهزر ولا ايه? لا ده طبيعي. انا لما بجي اجهز ده تعلمت عمل كده. احط اسئلة اقول لهم يا جماعة ممكن سؤالوا ولا تنين من دول يجي لكم في الامتحان. كده انت عملت ايه? طمنتوا على الامتحان وفي نفس الوقت. تقول له كلمة كده معناها انه اللي يذاكر الاسئلة دي بازن الله يعدي. بس طبعا ايه ما تنساش التفاضل بين المكتهد والرغب في النجاح. اللي عايز يعدي هنعديه. بس اللي عايز جيبي امتياز لازم يذاكر بقى ويكتهد ويشتغل في اسئلة تانية ممكن تيجي تفرم بين واحد والتاني عشان ما تسلمش المكتهد. لكن برضو عدي اللي عايز يعدي. لان كلنا كنا عايزين نعدي فترة من فترات يعني. في حاجة تانية بيسموها في تسويق خدمات ما بعد البيع. انا انصحك دايما انت في التدريبات وحتى في المحاضرات بتاعتك تعمل خدمات ما بعد البيع. اللي هو ايه? طول الناس احنا ان شاء الله حتى في نهاية المقرر يعني. ان شاء الله نفضل علاقة طيبة بعض. اه مثلا انت يعني انا التعلمت كده يعني. لو انت هتدرس في جامعة سواء انت منتدب او متعين. يبقى لك صفحة عامة على الفيسبوك صفحة للناس كلها المحبين دي كالطلبة اللي عايزين يسمعوا منك او كده صفحة بتهتم بها نفسك كدكتور في الجامعة او كمدرب او كمحاضر. وصفحة شخصية. دي مقصورة على على الفيسبوك مساء. دي صفحة مقصورة على الارايب والاصحاب والحاجات دي ده تهزر فيها وتتحقيق براحتك. محدش يعرفها قويان. لكن الصفحة العامة دي ممكن تقول له مثلا دي انا عايز افضل علاقة طيبة بيكم بعد كده بازن الله. علشان ايه دي صفحة بتاعتي. ممكن تسألني اسئلة على الفيسبوك لو انت عايز حاجة لو انت حتى مادة تانية غير بعد كده ممكن بقى سعيدكم فيها. لو وقفت قدامك مشكلة في انترفيو مشكلة في شركة مشكلة في حاجة. اه في المادة بتاعتي لو انت بتقدم في منحة او في حاجة ومحتاج سؤال في المادة دي. يبقى قول لي بازن الله. ممكن اديك لو انت مكتهد معي. دي خطاب توصية لو انت بتقدم في منحة او تقدم في الشركة. فبس انا عايز اعرفك الاول. عايزك تكتهد معي وعرفك عشان اقدم لك حاجة زي كده. فهنا انت بدأت تعمل ايه? بدأت تبقى فين نوع خضوهات. انت بدأت تعرف كده تشد انتباههم معيك. وتبتدي ان شاء الله تبعدهم بحاجات قدام. في نقطة مهمة لازم تفاهمها. اه انه المميزات اللي انت بتقدمها دي مش بس يعني انت انت ممكن واحد يقول لك يعمل علي بقى من قرفته كله. ايه يعمل بتقوله ده انا اخش اشرح الكلماتين ولا عجب وعجب مش عجب مش عجب. لا خلا بالك من نقطة مهمة. اه المميزات اللي انت بتديها دي اولا خير ان انت بتسهل على الناس وتحتسب عند ربنا عز وجل. فرصة ان انت ممكن تعاقب بان انت تحرمهم منها لما يحصل نوع من التهريك او سوء الادب. لازم تعرف ان البشر موجودين موجودين كده كده. في ناس يكون دفعين فلوس في تدريب وجايين مكبرين دماغه. وجايين او طلب التدريب او طلب السنوية العامة او كده لمشكلات كتير نفسية في دماغه. وممكن طلب السنوية العامة ده يكون مسلا عنده نوع من الاعتداد بنفسه شوية. مرحلة المراهقة كده اللي فيها مشاكل دي. فلازم انت تحتاج تسيطر على المدرد. تسيطر على الناس. الكلام عن السيطرة اغلب اللي متخرجين من دكتوراه من ارقى الاماكن وخبرة تدريسية كبيرة انا ياسف خبرة بحسية كبيرة وكده محدش بيكلمه في النقطة دي. النقطة دي مهمة وانت بصمم كورسي بتاعك. لازم نفسك زي هسيطر على الناس دي. لو حصل خلل. لو حصل تهريك. لو حصلت مشكلة. فلازم من ضمن وسائل السيطرة ان انا يكون عندي مميزات اجي احرمهم منها لو لقيت في مشكلة. هنتكلم ان شاء الله عن الكلام ده قدام كمان شوية. يعني الفيديو ده ممكن يطول شوية بس لازم بحيتة واحدة. لو انت مش مهتم بالنقطة دي. يعني انت لو مش مهتم بحيتة ان انت بالنسبة لك لا انا هشفح كلمتان اللي عندي وخلاص. انت ممكن مش محتاج بقية الفيديو. يعني ان شاء الله الفيديو اللي بعده عن ننتقل النقطة جديدة. لكن الفيديو ده مهم مع انك زي تحل مشكلات المتدربين. لان زي ما قلت لك انا مقتنع من جوايا ان دي اكبر عقب بتقابل المدرب. المدرب بإذن لابع عنده محتوى وعنده مادة علمية وعنده كل حاجة بس. وعنده طريقة عرض كويسة بس. في مشاكل بتقابله ممكن يتوتر وهو بيحلها ممكن آآ زملات او زاميلاد جداد ممي. ما قدرش يحل مشكلات ازاكد. من ضمن العواقق النفسية اللي بتقابل المتدربين فقدان التركيز. فقدان التركيز يعني تلاقي سرحين كده مش مركز. انت عمال تشرح كلام وتشرح من قلبك. وهو مش مركز. فمن ضمن المهارات المدرب الناجح اللي يقدر مش بس ناجح المقبهر كمان. ان هو يقدر يحافظ على تركيز المتدربين معي. فانا اغير فيه من فترة التانية عشان اسأل نفسي. لو تركزهم وقع مني اعمل ايه? ممكن اجهز معي او ملفات بديلة احتياطي. علشان لو تركزهم وقع مني اوقف المحاضرة واشغل حاجة احتياطي من اللي معي. نعود التركيز بتاعهم وبعدين نبقى نرجع. طبعا حاجة احتياطي مش مش برا الموضوع. حاجة احتياطي قريبة من الموضوع. بس نعود التركيز بتاعهم وبعدين ما نرجع تاني. ايه الحاجات الاضافية والكلام ده نبقى ننكلم عنها ان شاء الله احنا بنشرح المحتوى. ازاي جهز محتوى. لكن انت لازم تتفاهم ان الكلام ده في تماغك. انه فولدر التدريس مش مجرد ان انا معي اتناشر محاضرة اخش يارزعهم وخلاص. نا. لازم يكون معي اضافات زيادة. زي ما قلت لك التسهيلات اللي على الطلبة والمكان اللي ذاكروا منه والمصادر اللي ذاكروا منها. وفي نفس الوقت شوية حاجات كده معك في المحاضرة على جنب عشان تعود تركيز الطلبة. في واحد ممكن يقول لي معيش سنية واحدة. انا ما اقش انا مالي اول تركيز الطلبة. انهم اركزوا. لا. انا اقول لك ان التدريب عطاق. لازم تحسن الانسان اللي قدام منك. تخلي صورة افضل من نفسه في المستقبل. ولازم تركز معاه ان انت تعلمه اكبر قدر ممكن. لله حتى يعني. فلو هو سرحيان او هو مش مركز ده طبيعي. فالطبيعي ان تتحاول تخليه ركز. ده جزء من دورك اللي انا يعني شايف انه جزء من دور مدر. وكلنا بنسرح. ومنسراش حاجة مهمة. انت شخصية مسلا وانت واقف بتصلي. في الاغلب العام بتسرح. بتسرح وانت واقف بين ايدين ربنا عز وجل. وانت عارف ان صلاتك وعارف انا مش هكلمك عن اهمية الصلاة. انت تقدر ترجع لها في من العلماء يشرحوا لك عن ايه اهمية الصلاة وانت اكيد عارفها. فانت بتسرح. فانت بتسرح بين ايدين ربنا عز وجل. مش عايز تطلب يسرحوا بين ايدك. فخلي بالك. لازم تنبيهم. ولازم تتابع معهم واحدة واحدة. وتبنيهم كده بالراحة. او قلت لك التطلب دول زي الزرع اللي انت بتبنيه واحدة واحدة. او زي الزرع اللي انت بنستني الثمرة بتاعته واحدة واحدة. فلازم تتقل لي عز وجل فيهم. يعني عن صحة انت تبقى حريص جدا عن نقطة التركيز دي. فلازم قلت لك. بنجهز انشطة مثلا استعادية التركيز. ممكن نجهز موضوع جانبية متعلقة. مسلا من باب الفكاهة او المناقشة او الفطفضة. يعني مسلا. مش موضوع جانبية يعني برا لموضوع. لكن مسلا ايه? اه انت مسلا بتشرح لهم مسلا طاقة متجددة. مسلا يعني. فتبتدي مسلا ايه? تقول لهم يا جماعة واحدة لو الكهرباء قطعت علينا. اه وانا عايز عندي طفل بيزاكر. وعايز اشغله كمبيوتر او لابتوب بتاعه وشوية لمبات وشوية حاجات. تفتكروا تكلفني كم تقريبا? اه واحد يبتدي يحسب واحد يبتدي يفكر. وبعدين يبتدي يخد الموضوع ناحية ايه? مشكلة قطع الكهرباء. والكهرباء دي لو قطعت ممكن تحصل مشكلة فعلا. طب هل الواحد يخلي عنده بطارية احتياطي? يعني يشحن كهربة البيت على بطارية احتياطي عنده? ولا نحتاج قلوحة شمسية? ولا نعمل ايه? يعودوا يتكلموا كده عشر داية او ربعا ساعي فاتفاضه في الموضوع وين نرجع تنزلون بقصه? احنا خلاص فاتفاضنا بقى في موضوع الكهرباء ده. تعالوا بقى نرجع تاني الموضوع اتنخش نمسية بتاعتنا ونرجع نتكلم عنه ونرجع لا تدريب تدها النشاط على جامعة. طبعا بدي مثال بس مجرد ايه? يعني اللي حاضر في اتناقي دلوقتي. لكن انا وانا بجهز بس النفسي دايما. المواضيع المتعلقة بيه في حياة الناس اللي ممكن نخليهم فاتفاضه معي. لان الفاتفاضة بترجع التركيز. بتخليه يحكي جدا لجهوه وينقش ويتكلم ويدارد شوية كسا. تاني حاجة الفاتفاضة والمنقشة دي لها ادور تاني هتكلم عنها ان شاء لك من شوية. تاني حاجة بجهز هدية او مكافأة. ليشعال روح النشاط. ساعات فيه مسلا طلبة اه لو تديهم هدية بسيطة تلاقيهم كله بقى يركز معك كله بدأ يتعلم. اه زي ايه مسلا? اه لو فيه مسلا طلبة مسلا في سانة ويطلب صغيرين. اه ممكن ارضيهم بمسلا ايه? نوع مسلا فاخر من مسلا الحلوية الشوكولاتة مسلا حاجة زي كده. وانا في محاضرة محاضرات من غير ما اقول لهم. اسألهم سؤال. اللي يجاوب عليه اقول لهم حد عنده اجابة افضل من كده. خلاص واحد بس اللي يجاوب اقول له طيب. انا كنت بسأل السؤال ده عشان عايز اطلع احسن حد يركز معي واكتر واحد منتبه معي واكتر واحد عايز يشارك معي. وانا درش اهديك مسلا بحاجة كبيرة يعني للدرجات دي. بس ده نوع مميز جدا من الحلويات انا بحبه. ولقيته في ومعي منه واحدة زيادة طبعا انت جايبها عشانه. بس انت انا بقول له كده انا عشان محرجوش يعني. او عشان عادي لو انت ده عادي بالنسبة لك تقول له. فانا جايبها معي فانا عايز اهديك بيها قدام الناس كلها. عشان يعرفوا ان انت ايه? انسان مجتهد وانا انت هادي انا سعيد باكتهدك معي وانا سعيد بايجابتك. انا بقول لك ان هما ممكن يعودوا لو انت هتشرح مثلا عشرة ايام وعملت كده في اليوم التاني. التمن تيام اللي بعد كده قاعدين معاك بيأكلوا الكوتو بأكلوا وراك. بقص مركزين في كل حركة انت بتعملها. مش ان هما محتاجين الشوكولادة. قدمها المكافأة بالتفرق مع الناس. طبيعتهم كده. ممكن احدي يقول لك انا اه يا عمه انا اه انا ما عايش فلوس ما اقدر اجيبها. احنا عارفين. بس الانسان بطبيعته ودي بقى الاحتياجات النفسية ده دور الاحتياجات النفسية زي ما قلت لك. الانسان يحب هتة الهدي. يحب المكافأة. يحب ان هو ان حد هادها بحاجة. ولا حاجة قيبة خاصة انا انت قلت له دي حاجة بسيطة. بس ده اللي معي دلوقتي. في ناس اصلا اكبر من كده شوية ينفع معهم شهادة التأدير. تقول لهم يا جماعة احنا كده كده هنديكم شهادة حضور. لكن في ناس ممايزين معي ان حكتب اساميهم. وعايز اديهم شهادة التأدير. في ناس عايز اقول لك ان هو مسلا الطلبة الكبار شوية خصويا في الكلية. لما يجي ندرب تدريب صيفي او كده. ممكن مسلا عمل معهم حركة هانية. انا مسلا ساكن في اسكندرية. عندنا سوق كتب مستعملة. بنزل ادور على كتب في التخصص. كتب مستعملة كو كتب نضيفه كويس. اشتري منه نسخة ليا ونسخة لو خاصة لو سعره مش غيلي يعني. نسخة ليا ونسخة ديها هدية. وخلي النسخة الهدية معي. كده نسخة الليا خلاص حتى في المكتبة بتاعتي. نسخة الهدية بقى. خليها معي. اللي جاوب اجابة كويسة اقول له بص. ده كتاب في التخصص. انا شايفه من المراجع القوية. ده كتاب مستعمل. انا اشتريته مستعمل. وجايبه وعمل حسابي ان ده يبقى هدية لاكتر حد مكتهد معي لغاية دلوقتي. في التدريب. بعد مثلا تلات ياما. في التدريب او حي. او غاية دلوقتي في الساعتين احنا بنشرحه. وانا شايف ان فنان الفنية يا جماعة ازميلكم اكتر واحد مكتهد. فانا حدي لك الكتاب ده. بس خلي بالك. انا هكتب لك عليه اهداء باسمك. لو انت تقبل يعني. هكتب لك حتى بالرصاص لو عايز تمسحه بعد كده. او هكتب لك او صحة حسب ما تحب. وهخلي الاستاذ الكبير لو انت بتشرح لتدريب سيفي او كده غالبا بمعاك واستاذ كبير في المدرب. او رئيس القسمة او حد له وجاهة اجتماعية كبيرة في المكان يعني. هخليه هو كمان يكتب لك اهداء عليه. عشان تبه ذكره طيبة بالنوبينك. ان انت تخليه عندك في النكتابة بتاعتك تحطاف زبيل على وقصة يندفعك في يوم القيمة اوك. انا بقول لك ان في طلبة ممكن يعني ينبهر بحاجة زي كده. يتمنى انه كان هو يبقى في هنا. يتمنى انه هو يبقى ياخد حاجة زي كده. ودي حاجة بسيطة انا ممكن اقول لك ان تمن الكتاب ده ممكن يكون اقل من تمن الشوكولاتة اللي انا كنت اقلت شو هاي. في يعني اه اه دي حاجات مهمة في تفكيرك في زهنة كنت قاعد بتعمله. فدي من ضمن الحاجات او المهارات اللي زي ما قلت لك يعني انا الكلام ده ما قلتهوش في كتب لكن ايه اه بتتعلمه من ارض الواقع وربنا بيلهمك بيه كده عز وجل ان انت ايه تتحسن مستوى التدريب وتحسن اهمية الطلبة يعني. برضو نفس الفكرة ان انا ممكن انا بعمل مسلا تلاقي دكتور عامل مسلا ايه اربعين كلهم اربعين كلهم ورا بعد شرح. لا. لازم اكسر بعد كل مسلا من خمسة ستة اعمل شوية اسئلة على اللي فات. والله ما عايش انا عايز اسمع بقى. عايز اختار من نوكو حد. وتريب اتحددهم لو اياه هاختار حد. بس ما تختارش عشان عشان ما يحسوش بنوع من النوع التربص بينك وبينهم ان هو يبقى اللي انا وكده لأ. اللي عايز شارك معي يا شارك. لما تعمل كده هيبقوا خايفين دايما ان هو ايه اه ده انا ممكن كمان خمسة ستة سلايدز يبتدي يسألنا تاني فانا اخد بالي. فتيجي مسلا بعد خمسة سلايدز كمان تقول لهم طيب دي كانت اسئلة موجودة انتوا جاوبوا عليها بنفسكم لكن انا ايه مش هنسأل فيها حد داتي هالوقت. خلاص? وعندين خمسة سلايدز كمان تقول لهم لا دي بقى اسئلة مهمة لازم نسأل فيها. فيفضلوا ايه? على وجل. يفضل خايف. الان شوية هادي وشوية الان. شوية هادي وشوية الان. فيفضل مركز معك. فدي من ضمن التركات اللي بنعملها يعني. اه فيه طبعا اصاليب تانية كتير يعني انا مش اه الحفاظ على التركيز ده محتاج محاضرات. لكن انا يعني افتح زيه هناك لمنقطة يعني. ماشي ناسف جدا الفيديو تطول بس هو لازم يبقى على بعض كده. يعني لازم يبقى افلى واحدة. لازم نعرفه للاخر. في بقى المشكلات السلبية هنا. في بقى هنا مشكلات بتبقى بتتعرض لها المدرب. انا تعرضت البعض منها وبنصحك ان انت تجهز نفسك لها. انه ورد انها تحصل معك. ولو ما حصلتش تكرم ربنا عليك. لو حصل الدبط لا لازم تخطي لك منه. في بعض الناس ببغيران منك. اه او مستكتر عليك ان انت اللي بتشرح. خصوصا لو حد صغير في السن. يعني لو مسلا شاب مسلا خلص او مسلا زميلة خلص الدكتورة مسلا بدري. يعني باين من مظهرها وباين من اسلوبها في الكلام ان هي ايه لسه حديث التخرج من الدكتورة يعني. مع فرق السن بينك وبينه حتى لو مش كبير بيبتدي يحس ان هو عايز يتحديك. ممكن مسلا يرفع يده ويسألك سؤال اه صعب. هو هو ممكن يكون عنده المعلومة من قبل كده. يعني هو ممكن يكون اه عارف المعلومة من مصدر تاني. سامع التدريب ده في حيطة. انا شفت ناس مثلا بيتدرب مسلا على التاقة الشمسية مرة واتين وتلاتة. لتدريبات مجانية خصوصا فبيجي يحضر مش فارق معاه. فعارف معلومة من مدرب تاني عايز يجي يحرجك بيها. هو عايز يحرجك عشان زي ما قلت لك. قلو دوافع كتير. احنا مش هنخش في تحليل الناحية النفسية. بس ده بيحسن. فلازم تاخد لك من النقط اللي زي كده. ففترة من فترات هتضطر ان انت تواجه تحدي زي كده. ففي استراتيجيات كتير لمواجهة المواقف اللي زي كده. من ضمن نوع ان انت تكسر حدة التحدي ده. فلازم تكون قادر عن انه مش كل المحاضرة تسهيل والدنيا حلوة وبسيطة لها لازم تكون في حاجز بينك من المتدربين شوية ولازم تراعي الحاجز ده. رقم اتنين. انا مثلا وانا بجهز المقرر. مسلا انا لك من ضمن مصادر المقرر ان انا بدور على الكتب اللي فيها اجابات مسائل. يعني اللي مجاهز اجابات المسائل. بروح ادور على المسائل السهلة واخليها معي والمسائل الصعبة وخليها معي. المسائل الصعبة قوي بحتفظ بها على جانب في ملف اسمه اضافات. بس ما ماشي الملف مسائل صعبة اسمي اضافات. خلاص? واخليه معي. وحط الاسئلة الاول كلها وعند الاجابات في الافر. وبعدين الطالب ده احنا نحاول نرد على سؤاله بس انا فهمت انه بيتحديه. فابتدي اعمل ايه? استنى له كده شوية وبعدين اهم لففلوا بعد. بعد مسلا خمس ده اشرح الموضوع اكمل مع زميله وبعدين نوقف المحاضرة شوية عايزة بقى خليهم يركزوا شوية ما انا قلت لك من شوية ان انا محتاج اعمل انشيطة عشان ارجع التركيز. فانا من ضمن النشاطات اللي رجع بها التركيز انا استلمو بقى. امسكو. تعالي لي بقى. سميلكم ده جماعة ما تتحدهوش خلي بالك عشان الطلبة ما يحسوش ان فيه تحدي بينك وبينه وانت كنا نزلت المستوى. زميلكم ده من الناس المجتهدين. اللي بيسأل اسئلة قيمة وانا شايف نوع حريص على العلم. انت كده بتعمل ايه? بتكسر عنده شوية تتحدي. بدأت تديله اعتداد بنفسه. بدأت تقدره وسط الناس. يمكن التحدي اللي جو بدأ يروح من عم. اه انا هسألكم سؤال. اه السؤال ده صعب. مش اي حد يجاو. انا هتمنى انت تفكر فيه وتكتهد فيه. وتجاوبني. وانا هسيبكم كده خمس دات تفكروا فيه. وبنطلع له مسألة من المسألة الصعبة الا على الموضوع ده. مش مسألة بس ما ترسهاش مسألة من الموضوع ده. انت عارف اجابة انت زكرت ودرست المحتوى وعارف الاجابة. اه بس محضرها في ذهنك. اه وفاكر الموضوع معك الاجابات. وتقول لهم زكروها. لو الوقت حيضيع قلوا زكيرها وانا هستنى منك الاجابة المرة اللي جاية. وحكتب اسمك عندي. انت اسمك ايه? وتكتب لازم يكون معك طبعا اجندة صغيرة وانت بتكتب. او حتى على موبايلك لو بتاخد نوت يعني. تكتب كده فلان الفلان اني مستنى منك اجابة المرة اللي جاية. كده انت عملت ايه? اولا نضيت له واحد الاحترام ثانيا وردته. انه هو كده ايه? ممكن بعد كده يبتدي يقول لك يا عم يا ريتني ما عملت مع كده كان كده. فيه ممكن يقول لك ايه? يعني هقول له ما عرفتش اجابها او كده. هو كده بدأ يتمادة في التحدي واحدة بواحدة. بدأ ايه? ايه? بس اتحول من مرحلة التحدي من مرحلة الاهمال. يجي المحضرة بعدها يقول له والله دكتور ما قدرتش اجهزها او ما قدرتش اعملها او كده. فخلاص. مش مشكلة اقول له خلاص مش مشكلة. بس انا سعبان علي انت كنت مكتهد ده انا كنت مستني اديك جايزة. ده انا كنت عايزة اعملك حاجة. دي ميزة الجويس. جيزة ان انا ان انا اكون بدي مكافئات. ادي مميزات. ادي حاجات كويسة. ده انا كنت عايزة يعني ده انا كنت فرحم بيك ده انا قلت انت اللي هتاخد الجويس في اخر المقرر يعني انا اللي هتدي لك حاجة. انا كنت مستني ان انت تبقى يعني المكتهد اللي فيهم يعني. فخلاص. كده انت ممكن كسرت عنده حيثة التحدي الى حيثة ايه? الى حيثة انه بقى نوع من الانواع بقى محايد بالنسبالك. بقى لا 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 عايز منك حاجة ولا انت عايز منه حاجة. فده من ضمن المهارات اللي وانت بتجهز الكورس ما حاجة تخده لك منها. انه في ناس مسلا انت لايه طيبين او يعني الناس الطيبين اللي يحبوا اشرحوا دول يجهز المسائل السهلة بس ويخليها معايا. والمسائل الصعبة يقول لها يعمل صعب او عليهم. ماشي وانا عارف انها صعب عليهم بس لازم تخليها معاك في ملف زيادة. علشان فيهم الاية ممكن تحتاجها. فيهم الاية ممكن تستخدمها كانوا من العقاب للناس. تقول لهم يا جماعة انتم بصراحة كستانيين. وانا مش سعيد بكم. شايفين مسألة دي? اجابتها عليكم. ولازم تعملوها كتقرير وتجابوها. وهجيب زيها في الامتحان. ودي مسألة صعبة ومحتاجة مجهود. ابسلوا مجهود وتعلموا ودوروا. عارفوا تجابوها منين. وشوفوا. وانا مش هشرحها. هشوفكم كده لو بدأتوا تتعدلوا مع اي المحاضرتين اللي جايين ممكن اباشرحها لكم. ما عملتوش كده دي هبنقصوا تقديرات في الامتحان. فأتمنى ما يكون لفت نظرك لنقطة معينة يعني. ضمن المشكلات اللي بتقابل بعض الناس التهريك. بدون ملاحظة المحاضر. يعني ايه? الدكتور مسلا بيشرح خاصة من الزاملات يعني. او بعد الزمنة الطيبين شوية في الاول. اه يلف يدور على حاجة في الباور بوينت وبيشرح او بيجهز نفسه او كده لاي حد يرمي نكتة يرمي افية يقول حاجة تلاقي للناس ممكن تضحك شوية او تهريك شوية او صوته بالتهريك. فهو كده اه ممكن يكون بيتحديك. بس هو بتوع التحدي بيبقوا غالبا شريف في المنافس بتاعته. بيبقى وجهة الوجه. بيبقى وش الوش كده اصادك. لكن النوعية دي بتبقى اكتر شوية من التحدي. بيبقى جبان. خايف ان هو يتحديك. في الاغلب العام بيبقى وراغه توافع. زي ما قلت لك انا مش طبيب نفسي يعني. بس انا ده اللي شفته في واقع الحياة يعني. ان هو بحب حب ظهور. اه حب الزعامة قدام الضفعة. نفسه يشسسهم ان هو الشاب الجامل قوي يعني اللي قادر ايه يتريأ مع الدكتور. قادر يعني اه يتجرأ عالدكتور. موгов يكون مراهرج مسلا لو عايز يلفت نظر الجنس الاخر مسلا لو دي مشاكل مراهقة يعني بس ده بيحصل يعني الكلام ده ممكن يكون يعني يدهيء بعض الناس بس ده اللي بيحصل يعني احنا نPOS كبار وفاهمين اللي بيحصل يعني. في ناس كده عنده وإحنا يعني كان فيه يعني يعني بعض العمال الفنية اللي بتدين الشغب وبتدين المشاكل اللي بتحصل من طلبة وجرائتهم على أساسيتهم وده ممكن يكون دافع له على فكرة كمان اللي هم اتأثر بالعمال الفنية دي بتحضي ذكر أسماء الممثلين أو العمال الفنية يعني اللي بيبه والإشارات يفهمه لكن ده بيحصل يعني ففيه دوافع كتير النوعية دي محتاج تعامل فيه ناس ممكن تتوتر من قهوه اليوم دي توتر دي مشكلة هو كده كسب لما انت توترته هو كسب فلازم تتمستعد للنوعية دي النوعية دي محتاجة هدوء والتزين وابتسامة هادية كده وثقة بالنفس وانت وملفف له وبدأ ما انت فاهم ان هو عايز دور على الزعامة لازم تكسر له حتة الزعامة دي عنده فتقوم لافف مسلا المدرجة انا بدا ربلك مثالي يعني تقوم قيل لهم ايه؟ طيب لهم بصوا يا جماعة في حد من زمهلكم بيهرج كويس لو كان عنده حاجة مضحكة ولما ناخد وقت استراحة دي بقى ميزة الاستراحات وانت تكون بتعمل لهم انشطة فضفضة ومناقشات كان يوقف يتكلم معانا خايف من ايه طيب طب توقف تتكلم معانا وتسمعنا نعرفك ونشوفك ونتعامل معاك ليه ليه يعني انت هتبطل جابان لغات امتى كده يابن ليه تعمل حاجة زي كده خلي بقى ان الكلمة الجابان دي كلمة شتيمة كلمة قوية جدا بتقولها ممكن تقولها ممكن ما تقولهاش لو الموقف اول مرة ما تقولهاش لو بدأ الموقف يتكرر لازم لازم تتقل فلازم يقوم معاك كلمة قيلة زي كده تقولها لكن احنا بحب نسمع كتابني وانا بسمع زميلك وانا بشوف الناس بيتكلموا معانا ناس دي محترم او ناس مؤدبة ليه يا ابني تقل من نفسك كده 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 انت عملت ايه هزته او مسحت بكرامته الارض فما فيجي زعيم مهزة ما فيجي زعيم كرامته قليلة قدام الطفا رقم اتنين انتو يا جماعة بتضحكوا او انتو وسطيكم واحد زي كده طيب انتو ردين باللهو بيعملوا ده خلاص انا غلطة انا من بقدر يعمل سهل عليكم المادة واعملت ديكم ملخصات واعملت ديكم مش عارف اه اه تذاكروا منين واعملت ديكم اسئلة في الامتحان خلي بالك دي دي ميزة المميزات اللي قد تلك لازم تفتع فيها شوية عشان تديهم مميزات عشان لما تحب تعاقبت اسحابها طيب انتو يا جماعة المحاضرة دي انا هكملها لكم مش هقولوكم المحاضرة مش هكملها لكم بس انا مش هنزل لكم الملخص ذكروا لوحدكم عندكم الكتاب ارجعوا له الكتاب وحاجيب اسئلة من الكتاب والمحاضرة الجاية نفس الفكرة ونشوف مدام الضفعة فيها ناس بالمنظر ده هتلاقي ناس تبتدي تظهر معاك لو ايه لا لا يا دكتور واحنا ملناش زهام بتا مش عارف ايه اعمل لهم كده وقول لهم انا قلت لكم المحاضرة دي مش هنزلها هشوف كده مستواكم المحاضرتين اللي جايين والله اتعدلتوا معايا والناس بقيت كويسة كان بها ما تعدلتوش انتو اللي بتخسروا وزينا لكم ده واحد بس بيخسركم كلكم كده انت عملت ايه كسرت حيطة الزعيم عنده خليتهم يحسوا ان هو بقى عبق عليهم بقى 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 الزعيم ده المفروض يدي حكا كويسة للناس يبقى يقدر يوفر لهم مصالحهم هو كده بقى عائق عليهم فيبتدي يعمل ايه كده يبتدوا يكرهوه او يبتدوا يضايقوا منه فدي ميزة التسهيل في الاول تسهيل بدون تساهل تسهيل كده ان انت تبسط اي دنيا عن الناس تالت حاجة تردعي تقول لهم ايه مسلا يعني تقول لهم وبعدين انت فاكر ان انا مسلا مش هعرفك او مش هقزيك وانا ممكن اخلي حد من اللي قدامين قداميني دول وتشارع طلبة الصف الاولين والتاني او حد من اللي قدامين ورا ييجي في مكتبي ويجي يحكي لي ويجي يكلمني ويقول لي انت مين وعمل ايه ان فيه الناس حريزة على مصلحته مش مش راضين عن التصرف القليل الادب اللي بيحصلت دلوقتي فما تفتكرش ان انا مش هعرفك انت عارفنا لو عارفتك حقزيك بس انا مش عايزة عرفك انت هنا هديت ترجع تلمي بقى الامر بالروح انا مش عايزة عرفك ومش عايزة انا يا ابني جاي عايزة اقدم لك مصلحتك عايزة تخليك انسان افضل في المستقبل لاحز ان انت فهم يعني انسان افضل في المستقبل انا كلمتك عنها فيديوهات لما طلعت عينك دلوقتي يا خلاص يعني فانت بتقول انا عايزة كلمان افضل في المستقبل فانا عايزة تشتغل في وظيفة كويسة عايزة تبقى حاجة كبيرة ربنا يكرمك بيها ليه يا ابني تهريك ويلة الادب ديها فدي من ضمن النقط المهمة ليه انت لما قلت له حد من طلبة الصف الاولاني او حد من الورا انت كده بتعمل ايه انت كده بتبين له زعيم بديل او على الاقل بتحط له عدوله دايما الشاب اللي بيهرج ده اللي عايز يعمل نفسه زعيم يخاف من اوائل الدفع لان الناس دي حارسين جدا على التقديرات وحارسين جدا على الاجتهادات وعلى الدرجات العالية فممكن واحد في انهم فعلا يروح يحكي لك انت لحد جاي حكي لك قل له لا انا مش عايز اعرف بس هو هيخاف انت بتخوفه بتخوفه عشان هو عارف انه بقى فيه بقى فيه ممكن حد يبلغ عنه تاني حاجة الناس اللي عاديين وراء هم اللي شايفينه لانه في الكلام اللي بيعمل كده بيقعد وراء ممكن حد منهم يكون عايز ينفسه على موضوع السعامة ده عايز حد منهم يثبت انه هو اللي زعيم احسن فهو اللي يجي يقول لك ويحكي لك على امل اللي انت تقربه منك ان انت تقول عنه كلام كويس في المدرك ان انت تعمل فهو ممكن يكون بنفسه فانت كده خلقت له عده دايما الزعيم اللي يقدره حاجة انه هو مفيش مصلحة بيقدمها للناس بالناس ترفضوا وتكرهوا رقم اتنين انه بقالوا منافسة المنافسة دي اما واحد حقيقي يقدر ينفسه زي الطلبة المجتهدين اما واحد شبهه بس هم اللي قاعدين ورا بس بيصرعوا على نفس المشكلة فممكن يجي يحكي لك فممكن تقول له حاجة زي كده وبعدين في محاضرة تانية ممكن انت حتى تعمل ضربة استباقية يعني مسلا ايه تقول لهم يا جماعة انت في ناس زي مايلكم بيجي يحكيوا لي حاجات عن بعضة عن الضفع وعن الكلام وعن الكلام ده انا جماعة مش هدفين انا يعني انا عايز اساعدكم بس لكن الناس اللي بتحكيلي دي انا برفض انهم ما يحكولي الضفع ممكن يتجننوا يقول لك ومن اللي بيحكي له مين اللي بيعمله هو ممكن مكون حدش بيحكي لك ولا حاجة وممكن يكون حد بيحكي لك فعلا انت بترفض تسمعهم يعني وفي الناس بتقبل بس انا محبش كده يعني لكن بتخوف حتة المهرجين دول. في واحد ممكن يقول يعني يقول لي الكلام ده أنا يعني أنا معي دكتورة وأنا كياسر معيش دكتورة. في واحد ممكن يقول لي انا معي دكتورة ومعي شهاداته بتاع محدش بيقول الكلام ده. آه الكلام انت بتقوله ده غريب يعني. انا بقولك انه قلت لك زمان انه التدريس مش بس ما تمد عالدكتورة. في مهارات تدريس محدش هكلمك فيها. لكن انا بس اقلك سؤال لو حد عمل معك حركة زي كده. هتعمل ليه في المدرجة. لو انت من بدري ما كنتش مجهز الكرسي بتسهيلات معينة وتقدر تعاقف في يوم الايام. هتعمل زي ما الدكترة بيعمله. الدكتور غلبان هيعمله? هقول له انت خلاص بيت المحاضرة عليكم وسكرها لوحدكم. وهيقول له خلاص خلاص يا دكتور مش عارف ايه وكلمتين دول. مش. الوقت حاس ما انتصر عليه. لكن انت لازم تجهض له من بدري. تبقى عارف النوعية دي. زي ما قلت لك يعني. انا قلت لها تحيبت انا عارف انا اخو. بس هي لازم زي ما قلت لك. لازم تكون هون شوت كده. المشكلات اللي في المدرجة لازم تكون هون شوت معها. لعنش يعني عزرا لطالة الفيديو يب. تاني حاجة الغيرة. الغيرة مرتبطة بالحاجات اللي فيتك. بس الغيرة بتظهر اكتر ما بين المتتربات وما بين الزميلات. لما تكون زميلة مدربة او دكتورة في الجامعة واحدة مسلا غيرانة منها. فممكن تلاقيها تبديتي تسألها او تبديتي تعطل الدنيا او تبديتي تعمل حاجات عشان هي غيرانة منها. الولاد بتعمدوه نعمل الحسد والتحدي. البنت بيعندها نعمل غيرة. فتعامل البلاد مع بعض انا مفهمش فيه. يعني انا ما معرفوش. بس البنت في الاغلب العام ما تغيرش من ولدي. يعني انا مسلا بترس البنت مش هتبقى غيرانة مني. ممكن تحاول تتحديني. ممكن تحاول تدقيقني. ممكن تعمل حاجات تانية. لكن البنت بتغير من بنت زيها. الولد يتحدى ولد زيه. ممكن يحسده او يحقد عليه لكن الغيرة مصطلح اكتر مع البنات. اه لكن انا بنصح يعني اللي انا عرفه من بعض الدكتورات الدكتورة يعني الدكتورة اللي ما كلمها مسلا انه في موقف زي كده بيحتاج صبر وهدوء ومحتاج ان انت او انت بقى اه تخليها في صفك. تخليها معاكي. يعني مسلا ايه? تقول لها انت عسدت ان فيه دافع غيرة منها. تقول لها مسلا ايه? لا ده سؤال مهم جدا. سؤال ممتاز شايفين يا جماعة زميلاتكم? زميلاتكم مجتهدة وممتازة. كده انت عملت ايه? حسستها بنوع من انواع اللي اعتدد بنفسها. رقم اتنين. اه وانا نساء الله يعني يعني سعيدة باجتهادك ومجهودة كده انت اثنيتي عليها خيرا نوص الناس. بعد كده بشوية تطلع النشاط من اللي معاك. ما انا قلت لك لازم يكون معاك انشيطة. تبديها لهم. فمسلا ايه? انا عايز لكم جماعة تعملوا لي تقرير عن الموضوع الفلاني. اه ايه رأيك انت تلمي تقرير ده من الضفعة كلها? فانا عايز اقول لكم موافقة. طيب يا جماعة كلكم المحاضرة جاية تكونوا جاهزين تقرير عن الموضوع الفلاني في صفحة واحدة. انا مش عايز غير صفحة ايه فور. عليها اسمك من فوق رقم جلوسك والتلمة دي. وكلكم تجمعوهم على سميلاتكم دي. وانا حكتب عندي حكتب اسمك عندي وحكتب ان انت هتستلمي مني حاجة زي كده. كان انت بقيت تخليها زي درعك يمين كده في المدرك. بقيت بتسعديها. فدي من ضمن حتى اساليب التعامل مع الطلبة المشاغبين في الفصول في المدارس وكده. فانك تخليها ممكن لها حاجات التانية انك تشتغلي بنظام التدريس المصغر. التدريس المصغر يعني تخليها توقف تشرح جزء من محاضرة او جزء من موضوع وتصوروها وتعرضوها لزميع يعني تصوروها وتبتدي تقول لها مسلا ايه اخطاءها اللي حصلت في التدريس او كده. ده مفهوم التدريس المصغر عند المدرسين. ممكن المدرس مسلا بالانجليز اسمه انه مسلا المدرس في الفصل مسلا في سانوي. مسلا يعني يجيب طالب من الطلبة يقول له انت هتجهز نوضوع الدرس الفلاني. وحنا هنصورك وانت هتشرحه لزميلك. وبعدين هتتفرج على الفيديو اللي حصل او احنا هنفرجك على الفيديو اللي حصل ونناقش معاك ايه الاخطاء اللي حصلت. عشان نعلمك ازاي تدرس. نفس الفكرة ممكن تطبق في الجامعة. ان انت طبعا سواء بتصوير فيديو او من غير تصوير. بس ممكن تقول لها لانه في الاغلب العام اللي اللي بيعندها غيرة دي. في الاغلب العام ممكن الاضواء والشهرة يكسروا حتة الغيرة شوية. فممكن تقول لها ايه? تقول لها مسلا انا لو انتي حبة انا عايزكي تساعد زميلك تشرح لهم موضوع معين تحضريه كويس. تجهزي عنه عشرة بس مش كتير يعني. وتوقف تشرحها لهم. واتفقي مع حد من صاحباتك تصورك او حد يصورك. وخلي الفيديو ده معيك وممكن بقى نزله للناس عشان ايه? لو انت يعني ارادية ان نزله لهم يتعلمه من الموضوع ده. واللي انت هتشرحي ده هنجيب منه سؤال في الامتحان بيذنك. كده انت عملت ايه? انت كده كمدربة او كدكتورة في الجامعة كسرت حديث الغيرة اللي عندها وفي نفسها تشغلتها مسؤولين. تعالي بقى درسي مش انت غيران مني ان انا اللي بدرس. تعالي انت درسي انت كمان. وحخليك تجيبي سؤال في الامتحان. من انت شرحتيه. وفي نفس الوقت هنعدل عليك عشان وبعدين تقول لها بقى كلمتين زي كده. تقول لها. وممكن نعدل ليك شوية عشان انا عايزاكي تبقي افضل في المستقبل بإذن الله العلم وعصر ربنا اكلمك ان شاء الله وتبقي دكتورة في يوم الايام تطفي الدرس وتعملي. كده انت غالبا او انت غالبا بتطفي نار الغيرة اللي عندها دي. خلاص هي غيرانا عشان نفسها تبقى زيك نفسها تبقى مكانك. انت خليتيها تبقى مكانك. فلو في فيديو عشرة سلايدز. لو في محاضرة حتى من غير التصوير حتى. لو فيه ممكن اه واحدة ما ترداش. فلو لا طب خلاص تعالي وقافي شرحي. واممكن ما يجيبه في الامتحان او يبقى معلومات لزمائلك. وتثني عليها خيرا بعد ما شرحت يعني. فده بيفري كتير. الحاجات دي لازم. او ده دور ان انت تبقى او انت تبقى مجهزة انت شطها معاكي. عشان تنفعك في لحظة زيك. فيه من ضمن الحاجات اللي انا بقى بتحصل لي مشكلة فيها بسبب المتدربات. يعني انا بحط تقديد على قلبي دائما لو بلايك متدربات قدامي. اه اسئلة طباب الاهتمام. ساعات في اسئلة انا يعني يعني انا مفهمش في سايكولوجية البنات يعني. لكن مثلا ايه اه انا طبعا فرق السن بيني وبينهم كبير يعني. فتلاقي واحدة بنت مثلا بتسأل سؤال. وبعدين انا حاسنا لسا شرحته من شوية يعني لسا شرح الكلام ده يضوبك على دول. وانا حاسس انا مش فاهم السؤال كويس. يعني مش عارف يا عايز اي يعني. وبعدين بقولها مثلا انا مش واضح بالنسبة للسؤال يعني. ممكن تسأليه مسلا طريقة تانية. فتبتدي تسأله. فابتدي انا فهمت بقى خلاص مقصودة. ابتدي اجاوبها وانا متردد كده. تيجي واحدة زمانتها تقولي هي تقصد كذا كذا كذا. فانا انا فهمت نفس اللي زمانتها ده بتقوله. هيا اللي سألتني السؤال تقولي لا انا مش دا كان قصدي. انا بسأل على كذا كذا كذا. انا كنت في الاول ممكن ابقى مش فاهم اللي بيحصل. يعني انا انا كولد فاهم التحدي. فاهم التهريج. فاهم بس مش فاهم الموضوع. الغده ما تعلمت بعد كده يعني. من التعامل معهم يعني. ساعات فيه ناس ببقى محتاج نوع من نوع الاهتمام. انه اه يعني اه تفكيرهم كده. فيه الولاد متعودين في دماغهم. يعني انا تايما بقول ان الولاد كائنات احادية الخلية. يعني دماغه دي فيها حاجة واحدة بس جوة. خلية واحدة. هو بيفكر ازاي يتمرمط وقت عبدالوقتي عشان ياخد معلومات تنفعه في شغله وفي حياته. يجيب بها ارشين. يفتكون اسرة. يبقى عنده اولاد واحفاد بازن الله ويقضي رسالته في الحياة خلوصة. هو الولاد كده. كلهم تقريبا كده. البنت حاجة تانية. البنت ليها احتياجات مختلفة. اه مسلا تبقى محل الاهتمام وسط الاسرة. تبقى مسلا اه قريبها واهلها مهتمين بيها ومقدرينها وتبقى في مركز اضواء بتهتم بالتفاصيل. ليهم سيكولوجية انا مسلا ما عنديش اخت بنت يعني ما عارفش الكلام ده. فلكن ده اللي انا بشوفه مع التدريب ومع المشكلات اللي قابلتني يعني. ففي بنت بتبقى قاعدة قدامك هي مش بتسأل السؤال عشان عايزة الايجابة. هي بتسأل عايزة نعمل الاهتمام. فانا مسلا بس مع سؤال زي كده. دلوقتي بقى ايه. زي ما قلت لك يعني مع مع كتر التدريب ومع كتر المشكلات ربنا بكري من كده وتتعلم. تبدي نعمل لها ايه? او لا طيب. اه ده سؤال مهم جدا. جدا. انت زي فكرت اصلا في سؤال زي كده? ده انت ما شاء الله يعني عبقرية. ده زي مليتكم دي مهمة جدا. لان هي اصلا متدهر على حتة دي. شايفين زي مليتكم. زي مليتكم بتسأل سؤال. اه مهم. عايزين نركز فيه مع بعض. انا هجاببك ان شاء الله على السؤال ده بس خليه في اخر المحاضر. ايه كده فهمت وهديت وتبسكت خالص. خالص خالص. لغا من هي يعني انت مجابتاش على حاجة انت وترعها بسأولك في الاخر. هي اصلا مش هتجيلها في الاخر. ولا هتسألها هتعمل. هي وصل اللي هي عزب. ممكن يقول لي تبدأ غلط. انت كده خلتها توصل يعني انت هقول لك انه انه ساعات بتضطر تعمل كده لان هي ممكن تقريبك. تجاوبها على السؤال ترجع تسألك سؤال تاني وسؤال تالت. بتبقى زنانة وتعطالك الدنيا. فلازم تكسر الحدة دي. ساعات بينفع مع النوعية دي برضو قريب من نوعية الغيرة. تنفع مع النوعية دي تدريس المصغر. تقول لها انا واضح ان انت مكتهدة. وانا حابب ان انت تقف قدام زمالك تجاهزي حاجة السيشن اللي جاية تشرحها قدام زمالك. ولو حاجة صغيرة يعني عشر دقائق كده. اه تتكلمي عنها. لانا ما عايز زمالك كلهم يسمعوكي ويهتموا باللي انت بتقوليه. الكلمات دي مهمة جدا وتفرم على اللي بيفكر كده. دي الفكرة البساطة يعني. اه في نوعية انا هتكلم عنها سريعا بس النوعية يعني يعني سريقة جدا جدا. وانا قابلتها في حياتي ويعني تسببتلي في قلم غير عادي. يعني يعني فيهم ناس انا محبش قد اعلى هد. بس فيهم ناس انا بادي يعلم في عادي. اه في نوعية متدربين كسلين ومكبر دماغه. ومش عايز يجتهد. بس عايز يحس ان هو شطر. عايز يحس ان هو كويس. فبيعوض اه نقص الاجتهاد اللي عنده بتملق المدرب. نفاق المدرب. ونفاق الاعلى من المدرب. نفاق مسلا مدير المؤسسة. نفاق مسلا الاسادزة الكبار في القسل. نفاق العميد. نفاق الوكيل. اه النوعية دي ولا عايزه بالله بتبقى. هو عارف انه موافق. وبي دايما بيتامل لك السلطة. دايما بيدور على السلطات اللي اعلى. عشان يتقرب من السلطة دي. عشان يعوض الضعف اللي عند. بيبقى في حمايتهم دايما. اه فيجي لك يبدل يفخم فيك. ويقول لك انت دكتور ده حضرتك من اعظم. مش عارف ايه اللي ده رسولنا ده حضرتك مش عارف ايه. النوعية دي استخده لك منهم قويس جدا. لان النوعية دي عايز عنده خليط من التحدي. بس هو جبان مش قادر يتحديك زي النوع الاولين. وفي نفس وقت عنده خليط من الغيرة. وزي ما انا شرحت لك من شوية في السلطة اللي فاتت. حتة الغيرة. اه رغم ان هو يكون ولد مش بنت. بس عنده حتة الغيرة. غيرون منك. الكاره ان انت عندك النعمة دي. بيحسدك. وفي نفس وقت طلب الزعامة. فده من اسوأ الانواع. عنده كزا مشكلة نفسية. وبيعود ضعف شخصيته وضعف اجتهاده بالنفاق والتملق. النوعية دي لو انت اديت له اللي هو عايزه. هيطلب ازياد وازياد وازياد. ومش تقدر عليه. لو ما اديت لهش اللي انت عايزه وقفلت السكة في الشو وتعملت معه بالتحدي. هيطلع لمديرينك الاعلى منك يوقع بينك ومنهم. يعني انت ممكن تكون طلب دراسة اولية بتشرح لطلبة مسلا في مشروع تخرج ولا طلبة مسلا في تدريب سيخي. يطلع يوقع بينك ومن استاذك هو المشروع بتاعك. لان هو هو عايز يكسارك. عايز يضايقك. هو الدوافع بتاعته ما عايز يهدمك. عايز يضمرك. بس هو ضعيف مش قادر يعمل كده. فمحتاج يتغز على انه هو على السلطة الاعلى منك. يوقع بينك وبينه. يقول عنك كلام مش كويس. وانا عايزه بلا ممكن مسلا بنت لو هي بنت اللي بتنافق ممكن تتهمك مسلا بحاجات اخلاقية سنت بتحرش تهمك بحاجة. هي 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 عارف انت ما عمدش كده وانت نضيفه بريء من كده. بس هي عايز تكسارك. عايز اتضايقك. فالنوعية سريعة. في النهاية ما تنساش تكافي المجتهدين. يعني وسط كل العاق اللي انا عمله لولك ده. مجساش المجتهدين. في ناس مجتهدة يكفي كلمة كلمة خير. يعني في ناس انت ممكن تقعد في مدرج. مسلا ايه? الناس بتشارك معاك وتكتب اساميهم. يعني انا شفت دا كاترة بديعملوا كده وتعلمت الاسلوب ده منهم. في اول محاضرة الناس بتشارك معاك فتقول له طيب انت شاركت معايا انا عايز اكتب اسمك سولاتي. علشان الناس اللي بتشارك معايا عايز ابقى دلهم مجافع ان شاء الله في اخر حتى لو ديهم درجات في عمل السنة لو نعمل لهم حاجة مخصوص كده. تيجي ممكن في اخر كم يوم وتبتدي او اخر مسلا محاضرة. تطلع الورقة اللي معاك دي وتكون فعلا بتشتغل بما يرضي لها تطلع الورقة دي وتقول لهم يا جماعة فين زميلكم فلان? فين فلان? فين فلان? يا جماعة انا عايز يعني اشكركم جدا على اكتهادكم معايا انتوا ناس مجتهدة وناس محترمة. ربنا يكرمكم ويخليكم يعني ناس افضل في المستقبل ويبارك لكم في حياتكم. ويعني ربنا يكرم اهليكم واثاركم ان هما طلعوا ناس افاضل زيكم ناس متربيين وناس مجتهدين. فيه ناس من المجتهدين دول والاواعي المتفوقين ممكن يا عايز يسمعك. لانه هو يحب يشرف اسرته ويحب يشرف المجتمع اللي حوالي منه. بيبحث عن الشرف بيبحث عن حتى لو يعرف ده او ما يعرفوش. يعني فيه ناس ممكن يكون مجتهد لله وعايز يحسن نفسه وكل حاجة. بس الكلمات الازاكرة بتأثر فيه جدا. فممكن كلمة تسانق عليه وعلى اهله وعلى اسرته وتفرق معاه جدا جدا. يا رب اشوفكم بازراف مناصب كبيرة ومراكز كبيرة وتكونوا من الناس العلماء اللي بيتم تكريمهم على ايد المراكز العليا في البلد والمراكز العليا في الوزارة والكلمات دي تفرق كتير لان اغلب المجتهدين بيبقوا متصنعين او متبرمدين بحيس ان هما يقدروا يمسكوا مناصب تجرى فيهم الايام. هو دي دي حاجة ممكن ان بنكلم عنها بعدين باسم الله. بس هما مفتحهم في كده في التأدير واللي احترام وفي اعتماد للمناصب الكبيرة عليهم علشان يقدروا يبعمدهم عطاء يشرحوا لزميلهم. نفس فكرة تعين المعيد هما. والمعيد ما بيتعملوش اختبار تدريس قبل ما بيتعين المعيد. المعيد ده هما بياخدوه كده. اكتر واحد مجتهد. ومتفوق علشان يعلم زميله مش مش عشان يتنظر عليهم ومتعواج عليهم. هو معيد علشان يبعمده عطاء لزميله هما بيفكروا كده او هي الجامعة طول عمرها بتفكر كده. المفروض ان اكتر واحد يتعلم مجتهد ومخلص. معيين المعيد عندنا عشان يدي بقى شوية من العطاء اللي عنده ده لزميل. ده التعين المعيدين. عشان كنت ممكن تقابل مسلا الناس. قدرة على توصيل المعلومة مش عالية. لانه هو هو مش الهدف منه قدرة توصيل المعلومة. هو هدف منه اللي عنده هو يعني يعني اختياره للوزيفة مش من عيار من ضمن المعايير دي قدرة على توصيل المعلومة. فأنا بنسحك بالنقطة دي. انه ما تنساش المجتهدين. اه في يوم الاي. الفيديو اللي جايب قبل ان احنا حاول نقفل القصة دي انت غالبا هتحتاج لك يوم انت هتست ارتاح بعد الفيديو الطويل ده. بس والله يا ربنا اللي يعلم. اللي اشتغل في التدريس والاشتغل في مدرجات كبيرة. هيعرف قيمة الكلام اللي باوجوده. اه ومسيلك تشوف يعني اه بسيلك تعرف الاهمية انك وانت بتصمم الكورس المنبادري تاخد بلك من الحاجات اللي زي كده. ونصيحة اخيرة خلي بالك النوعية دي. النوعية دي بحشة كده جدا. لازم توازن ما بين ان انت تديله لو هو عايزه عشان ولا عايزه بلان قاسر في التعبير يعني. اه زي مسلا الكلب بيانبح عليك وانت بتديله تحول قلبك انت متعرفش انت تخدملك بيه. متعرفش انت تستعمل لسه. بس انا اتعاملت مع نوعية زي كدهوت. وهو عارف كويس جدا ان هو منافق. ولو لقيت مكان او ادارة شركة تدريب او كلية او مؤسسة. المنافقين اللي من النوعية دي بدوا يقربوا او من السلطة وتستحلوهم الابواب بتاع التكاترة الكبار والوقاسات زي والناس دي. نصيحة مني جاهز شنطتك وحاول تمشي من المكان. او جاهز السفير بتاعتك عاود تقدم في حتة تانية. لانه ده مكان بيخرب. لانه النفاق بيعاشش في الامجنة زي كده بيضيع الكفاءة. بيضيع الشوء الحقيقي وبيطلع الشوء والمنظرة. فبيوقع المؤسسة. فدي الفكرة منتبسطة. نكمل بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية مع بعض. شكرا.